مرحبا ما صار غاية المفروض تذكرون الـ Private & Public Access Modifiers في هذا الفيديو سنتعلم الـ Access Modifier جديد والذي هو الـ Protected الـ Protected لا تشرحناه لأنه يتعلق بالـ Inheritance و بدونها لا نستفاد من عنده طيب شنو فكرة الـ Protected سويني لكم أبجكت بسيط سأجي أقوله مثلا Post حالة من نوع HD Video ممكن أقوله فيديو لنك 360 لأن HD ممكن أرجع به لأنه يارث من من يارث من الـ Class اللي اسمه VideoPosts اللي يعطيه و اللي يريده 360 طيب أنا لو اجيت دخل اكتب التالي عندي هذه فونكشن مواقق تسميتها فو راح اجي أقوله Print This The object الحالي . VideoLink 360 أو أشيء هذي خليه يقوله VideoLink 360 تساوي لي هذا الشيء معين طيب هي الفكرة الآن من المثال على مدد Access Modifiers الفيديو لنك الآن هي بوضع Public طيب من هي Public أنا إذا أقدر أوصل لها من داخل الـ Class نفسه خليه أسوي function from class نفسه و أقول له مثلا VideoLink يساوي نفسه طيب من داخل الـ Class أقدر أوصل لها و من الـ Class اللي يجير ثم من الـ Class أنا أقدر أوصل لها وأيضا من أي مكان خارجي خارجي أنا إذا أقدر أوصل لها أنا أقدر أوصل لها من داخل الـ Class بس ما أقدر أوصل لها من مكان خارجي ولا أقدر أوصل لها من الـ Classات اللي تورث من الـ Class إن شاء الله شكرا للمشاهدة نشوفكم في الفيديو القادم إن شاء الله إن شاء الله شكرا للمشاهدة